أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالة تلقيه معلومات جديدة من الجانب العراقي بشأن ملف المفقودين الكويتيين معربا عن ثقته بأن تولي بغداد اهتماما كبيرا لحسم هذا الملف الإنساني المؤلم وجاءت تصريحات الجارالة خلال اجتماع انعقد على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لاجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العلية المشتركة الكويتية العراقية وأشار الجارالة إلى أنه استمع من وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي أن هناك شهودا جددا وروايات جديدة تتعلق بملف المفقودين الكويتيين لافتا إلى أن هذا الأمر يبعث الأمل في نفوس الكويتيين ويمثل ضوءا في نهاية النفق المظلم كما أشار إلى أن البلدين نجح في إغلاق العديد من الملفات العالقة ولم يتبقى إلا القليل منها معربا عن ثقته بجهود الجانب العراقي في متابعة ما تبقى وأنجازه ترجمة نانسي قنقر